شارك مع علي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في مؤتمر القطاع المالي الأول الذي يوقد في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بحضور أكثر من ثلاثة آلاف مشارك وثمانين متحدثا دوليا انطلقت فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر القطاع المالي بالعاصمة السعودية الرياض وسط مشاركة متميزة لمملكة البحرين تمثلت بتواجد مع علي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في الجلسة الحوارية التي حملت عنوان العلاقة بين الغاية والمكاسب وقد أعرب معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عن بالغ امتنانه لهذه المشاركة التي تستقطب صناع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية منوها معاليه بأهمية عقاد مثل هذه المؤتمرات المالية التي تسهم في تطوير القطاع المالي من خلال عدة عناصر أساسية كالتوجه نحو مجتمع غير نقدي عن طريق استخدام التكنولوجيا المالية وتعزيز الاستثمار في هذا المجال بما يسهم في توفير وظائف نوعية عالية إلى جانب تعميق السيولة في سوق الأسهم وشمولية قطاع الخدمات المالية وتحفيز نشر البنية التحتية الرقمية ودعم الابتكارات في البنية التحتية للقطاعات المالية سعيا لتعزيز المكانة المالية على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية البحرين بحكم كونه مركز مالي يجمع كثير من النشاطات المالية سواء كان البنوك والصيرفة الإسلامية التي تميزت فيها مملكة البحرين يعني يساهمنا أن نشارك أول شيء في خبراتنا وهذا ينقل تجربتنا في البحرين التي تعبر عن عمق وعراقة الصيرفة بكل مكوناتها وجدير بالذكر أننا الآن نحتفل هذا العام بمرور مئة عام على دخول على بدء العمليات المصرفية في البحرين حضورنا في المؤتمر له جانب أيضا تثقيفي عن سوق البحرين وما تقدمه بورصة البحرين من الخدمات للشركات المالية والجانب الآخر من المؤتمر والاجتماعات الثنائية أثمرت كثير إن شاء الله أو راح تكون لها نتائج في الوقت القريب وشارك في مؤتمر القطاع المالي الذي يعد ضمن برنامج تطوير القطاع المالي كأحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية عشرين ثلاثين كبار الشخصيات وقيادي عالم المال والأعمال محليا وإقليميا وعالميا وممثلون من القطاعين العام والخاص المحلي والدولي وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية عالميا ووكالات التصنيف الدولية والخبراء المتخصصون في شؤون المالية والاستثمارية برنامج تطوير القطاع المالي هو أحد البرامج الاثنى عشر التي تعمل عليها رؤية المملكة عشرين ثلاثين وذلك من أجل الحقيقة يمكن أهم نقطة وهي لتنويع مصادر الدخل وأيضا لتأسيس بنية تحتية مالية اللقاء في كل الأحوال هو مهم جدا فيه نوع من تبادل الخبرات فيه نوع من تبادل فيه نقاش فيه ممكن حتى طرح بعض الإشكاليات التي تواجه قطاع الأعمال بشكل أو بآخر خاصة من القطاع الخاص مثلا على سبيل المثال أمام صنع القرار من القطاع الحكومي ويهدف المؤتمر إلى إبراز الموقع التنافسي المتميز للقطاع المالي السعودي وجمع أقطاب الصناعة المالية ضمن منصة حوارية وتبادل الخبرات والمعلومات ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع المالي وأرض الفرص الاستثمارية في القطاع المالي السعودي حيث تم تسليط الضو على عدة مواضيع مالية محورية تتضمن دعم التنافسية وبناء القدرات للقطاع المالي ورفع مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي والإجمالي للمملكة العربية السعودية ودعم إيجاد منتجات مالية إسلامية مبتكرة ودعم الحلول المبتكرة في التمويل العقاري وتحفيز الابتكار والتطوير لدعم نمو سوق التأمين وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية لتقليل العمليات النقدية اليوم كان المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحضور المؤتمر وتقديم الفرص التمويلية والفرص غير تمويلية للشباب أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030 في أهمية جعل المملكة بيئة استثمارية محفزة في المنطقة وجلب الاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية لا سيمة أن المملكة العربية السعودية الآن بصدد التوجه لرفع مستوى الإرادات غير النفطية شكل مؤتمر القطاع المالي أكبر منصة حوارية مالية في الشرق الأوسط من خلال دعم الابتكارات وتكوين الشراكات ودعم المؤسسات المالية وربطها بالمستثمرين ليحتل مكانة مرموقة بين المؤتمرات العالمية المهتمة بالشأن المالي عبد الرحمن بمطيع لمركز الأخبار تلفزيون البحرين الرياض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا